خلوني أروح للخبر اللي بعده هو عن هيئة قناة السويس اللي أكدت النهاردة انتظام حركة الملاحة داخل القناة وأن حركة الملاحة بتسير بصورة طبعية في الاتجاهين الشمالي في بورسعيد والجنوبي في السويس اللي حصل النهاردة بيؤكد أن قناة السويس بتتمتع دايما بكفاءة عالية وقدرة واحترافية كبيرة للتعامل مع أي حالات طرقة محتملة بهذا المجرى الملاحي الهام ده طبعا بعد ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح قطرات الإنقاذ البحري للهيئة في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية واللي تعرضت لها ناقلتين خلال عبرهم للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربع أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال وناقلة للبترول والتسبب في الوقوف المفاجئ للناقلة الأولى بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه وده طبعا بالتوازي مع شدة الطيار في القناة دفع بناقلة البترول نحو الاحتكاك بالناقلة المعطلة كمان رئيس هيئة قناة السويس قال أن قطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارق بسرعة وأن المعينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات تذكر أو وقوع أي حوادث للتلوث بمحيط الناقلتين أيضا وجه ربيع رسالة طمأنة للشعب بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات من المقرر أن هي تستقنف صفن قفلة الشمال عبرها فور الانتهاء من قطر النقلة المعطلة إلى خارج المجرى الملاحي كمان أكد جهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع أي حالات طرقة محتملة وده بالطبع اللي بنتابع دايما مع هيئة قناة السويس والتعامل السريع والتفاعل السريع مع كل أحداث طرقة بتطرقة في قناة السويس واللي بيشيب بيها العالم كله في كل حدثة ممثلة ترجمة نانسي قنقر